موسيقى هجوم للقوات الحكومية ورجال القبائل على ميليشيات الحوثي في الجبهات الرحبة بإمانة الميليشيات تستخدم كل الإمكانيات المتاحة أمامها خدمة لأجندتها وسمرارا لحربها في اليمن الحوثي يواصل اقتياد المزيد من المهمشين ويعد خططا للزج بالألاف منهم إلى جبهة القتال موسيقى هذه نشرة الثالثة والنصف بتوقيت صنعاء أقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة من قناة اليمن اليوم أهلا بكم تعرضت ميليشيات الحوثي لمقتل العديد من عناصرها في جبهة القتال الواقعة بين مديرتي الرحبة وجبل مراد جنوب محافظة مارب وقال مصر الميداني إن ميليشيات الحوثي حاولت التقدم في مديرية الرحبة باتجاه مديرة جبل مراد المحاذية لها لكن القوات الحكومية ورجال القبائل كانوا لها بالمرصاد وأضاف المصدر أن وحدات من القوات الحكومية وقبائل مراد في مديرة الجبل كسروا ثلاث هجمات شنتها الميليشيات الحوثية في جبهة رحوم ثاني الجبهة التي تستحدثها غرب المديرية وسط خسائر كبيرة في صفوفها وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بنيران رجال القبائل وبغارات الطيران وأسر آخرين من المجاميع الحوثية في جبهة الأوشال وأيضا في رحوم وفرار من تبقى من هذه العناصرها وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية المقدم صالح القطيب سيادات المقدم أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك آخر كريم وبلغ الإخوة المشاهدين مرحبا بك كما ذكرنا بأن الميليشيات في جبهة الرحبة يعني والرحوم غيرها من الجبهات تحاول التقدم ولكن يبدو أن هناك عمليات هجومية وسط لهذه القوات حدثنا عن تفاصيلها نعم أخي الكريم لا بد أن أوضح لك الأمر والمشاهدين المعارك في جبهة البيضاء جنوب مارب تدور في ثلاثة أماكن استراتيجية هي جبهة العبدية الواقعة جنوب سكاني وهذه الميليشيات انكسرت طيلة شهر كامل من صباح التقدم حاولت الميليشيات بعد أن انكسرت في هذه الجبهة تقدم صوبة بعد ماهلية في نيد المجمع وخسرت ودحرت فما كان من هذه الميليشيات إلا أن حاولت الدخول إلى طريق وجبال وشواشعب مفتوحة لا يوجد فيها أحد عبر تقدم المديرية الرحبة باتجاه جبل مراد فتمكن رجال جيشنا ورجال المقاومة الأشاوس من نصب كمين محكم تم استدراج مجموعة كبيرة من العناصر المتسللة التي كانت تمشي منشين على الأقدام في شعاب سلسلة وادي جبل مراد الكبير وتم قتل عشرات وأسر العشرات والاستيلاء على ما يحملونه من أسلحة وتعتبر هذه من الضربات الكبيرة المجعة التي يلقيها جيشنا ورجال المقاومة للميليشيات المتسللة إلى هذه المناطق وإذن كان هناك هجوم مباغة نعم إذا تحدثنا عن الهجوم المباغة التي قمتم بهذه العملية ضد الميليشيات وخصوصا في المخدرة وغيرها غرب المأرب يعني كيف كانت أيضا التفاصيل وكيف كانت العملية نعم اليوم في ساعة الصباح يومنا هذا الحميس تمكن الرجال الجيشنا وأبطال مقاومة الأشاوس من عملية مباغة ورجوم لمواقع الميليشيات التي تتواجدت المخدرة وتم تحرير عدد من المواقع غرب سوق مديرية مدغل وتم أسر عدد آخرين غرب السرعة وصاقبوا ووقعوا في الأسر وهناك أكثر من ثلاثة عشر جدا ما زالت مرمية تركت الميليشيات وطارت ومن بين الجرحة الأسرة التي تركتهم الميليشيات يوجد أربع الجرحات تم نكلهم إلى المستشفى الميليشيات على مدار الساعة وعلى انتداد الجبهات هي من تكبر خسائر في الحسادي والأرواح نعم أيضا منطقة تحيط الشرق المرازيق يعني المعارك تدور أيضا بالقرب من الحزم عاصمة المحافظة أيضا هل ترى بأن هذه التقدمات التي تحرزها القوات الحكومية ستفضي إلى السيطرة على مدينة الحزم يعني المحور الرئيس في المحافظة نعم أخي الكريم هناك المعارك بعد أن كان هناك انتصارات طيلة الأسبوع الماضي وبدأت من يوم السنة الماضي تم تحديد سلسلة جبال الصبايق وجبال الضوط ووصول قوات جيسنا ورجال المقاومة الأبطال إلى جبال الضحيطة وإلى قرب بير المرازيق يعني بأن الجبهة التحمت من الجهة الشرقية بعد أن حاولت الميليشيات التسلل لمناطق يسمى العلم تم تحرها جميعا قربة أربع أكثر من 24 كيلو والآن قوات الجيس الوطني ورجال المقاومة ومع المشارك بير المرازيق القريب من محافظة لبنات الذي من خلال هذه المواقع يرون أضواء مدينة الحزم التي تبعد ثلاثين كيلو فالمعركة معركة مصير والعملية مستمرة حتى هذا اليوم هناك تم استهدافة كل تحركات النشيات العدي في المقادم التي تحجزها إلى معذكر اللبنات وإلى بير المرازيق والعملية مستمرة وإذا مستمرة في هذه البطيرة فهو بشرك بأن تحرير الحزم باته شيئا قريب نعم شكرا جزيلا لك المقدم صالح القضي بنائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية شكرا جزيلا لك جددت ميليشيات الحودي استهداف بلدة الجبلية بمديريتها تحيطها جنوب محافظة الحديدة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقضائف مصادر محلية أفادت أن الميليشيات أطلقت عددا من قضائف عربات البي ام بي وقضائف الاربي جي صوب القرى المأهولة بالسكان وبصورة كثيفة كما فتحت عناصر مسلحة تابعة للميليشيات النارة مستهدفة مزارع المواطنين والطرقات التي تربطها بمنازل السكان مستخدمة أيضا الأسلحة الرشاشة والقناصة وروا المواطنون أن الخوف والهلع ساد صفوف سكان البلدة خصوصا بين النساء والأطفال عقب تجدد القصف والاستهداف الحوثية العنيف على المنطقة في تعز لقيا عدد من عناصر ميليشيات الحوثية مصرعهم بين إيران القوات الحكومية مصر عسكري ذكر أن القوات الحكومية نفذت عدة كماء محكمة للميليشيات الحوثية في مواقع مختلفة شرق وغرب مدينة الحديدة أسفرت هذه الهجمات عن سقوض قتلى وجرحة في صفوف الميليشيات وأضاف أن مدفعية القوات الحكومية قصفت تجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة بالمحافظة ومحافظة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد والعدد دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناقشة الآثار التي يمكن تصورها جراء استمرار الحرب في اليمن وطالبت 31 منظمة في بيان المشترك المجتمع الدولي والمانحين بممارسة المزيد من الضغوط من أجل الوقوف والوقف الفوري للحرب ووضع حد العرقلة أو تأخير وصول الإمدادات الحيوية بما فيها الغذاء والوقود والأدوية وشدد البيان على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحماية حياتهم من الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب وضمان حرية الحركة والوصول إلى الآمن لجميع المنظمات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن مشيرا إلى أهمية فتح جميع المطارات اليمنية والطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وضمان أمن وسلامة حركة المدنيين وأكد البيان ضرورة الوفاة بالالتزامات تجاه موظفية دولة ودفع مستحقاتهم وبشكل منتظم وضمان التمويل الكافي لسد فجوة التمويل الحرج في خطة الاستجابة الإنسانية واستمرارية المساعدات الإغاثية الطارئة ومواجهة جائحة كورونا تستخدم ميليشيات الحوثي كافة الإمكانيات المتاحة أمامها خدمة لأجنداتها واستمرارا لحربها في اليمن وهذه المرة تكشف الوقائع استغلال الميليشيات احتياج عدد من الصيادين بتحويلهم إلى مهربين الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن النظر إلى منابع الإرهاب الإيراني في اليمن وأيضا تجفيفها فعرض علي أن أشتغل معهم في الديزل تهريب الديزل وتهريب سلاح فقبلت منه بحيث أننا عرفوا من قبل كان صياد وكلنا أشتغل في البحر فقبلت انتقلوا من كونهم صيادين إلى مهربين جريبتهم هذه المرة ليست مرتبطة بالجمارك أو الضرائب لكنها جريبة دولية محرمة مرتبطة بما فيها دولية رأسها في إيران والذيل في الحديدة وموانئ الحديدة ليست سوى أحد المحطات التي تستخدمها إيران لدعم ميليشياتها في اليمن تهريب السلاح من إيران إلى اليمن لا يقتصر على الأسلحات المعروفة والمعروضة حالياً في الأسواق اليمنية بل بالسلاح النوعي من الصواريخ المضادة للدروع والقطع الهامة في إعادة تصنيع الطائرات المسيرة التي يتم إنشاء هيكلها محلياً والقلب من إيران وكذا تهريب الرؤوس المتفجرة وأجهزة تسييرها المرتبطة بتحديد المواقع فكلها شحنات إيرانية صرفة هذا وكان الإعلام العسكري للقوات المشتركة تكشف منتصف سبتمبر الجاري عن تفاصيل عملية أمنية استخبارية نوعية نفذها خفر السواحل بناء على معلومات من شعبة استخبارات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تكللت بضبط خلية حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لتهريب الأسلحة والكشف عن عدد كبير من الطرق الإيرانية لدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح النوعي كل هذه الأسلحة هي من تطيل بقاء ميليشيات الحوثي على تراب اليمن وكل هذه الأسلحة النوعية هي من تطيل بقاء الحرب مستعرة وأشبه بموج البحر في مدها وجزرها فالأسلحة النوعية هي المغذي للحروب في اليمن وانقراض السلام إيران لا تدعم الحوثي لسواد عيونه أو لقربه المذهبي فإيران التي سبق أن هددت العالم بإغلاق مضيق هرمز هي من تحاول أيضا أن تمسك بمضيق باب المندب في عملية عدائية دولية للخروج من قيودها المفروضة ومن خلال المعطيات الحوثي ليس سوى مستأجر وجد في العاصمة اليمنية صنعاء خراب دولة نهشتها قلافات الساسة تأخذ دعمها سواء من السلاح أو من الأنشطة الأخرى من دولة إيران وتستخدم المواني والمراسي لمصالح خاصة والاستمرارية الحرب والمعركة فعليا إذا كان للسلام بوابة في اليمن فالحديدة بابها الرئيسي والأساسي فهي الرئة التي تتنفس الميليشيات من خلالها وتطيل أمد بقائها مهددة لكافة العمليات السياسية الرامية للسلام في اليمن وبالنظر إلى الواقع يجب على مجلس الأمن بموجب وصايته على اليمن بالبند السابع الذي تم فرضه أن ينطلق صوب تشفيف منابع الإرهاب الإيراني الحوثي في اليمن والتعجيل في القضاء على كل ما من شأنه إطالة أمد الحرب تواصل الميليشيات الحوثية اقتياد المزيد من المهمشين إلى جبهة القتال وذكر رئيس اتحاد المهمشين عمان الحديفي أن الميليشيات جندت بالقوة مئات من المهمشين وقامت بالزج بهم في الجبهات وعادوا صرع بينهم أطفان لا يتجاوز أعمارهم التسع سنوات وكشفت مصادر عن مسودة حوثية لتجنيد المهمشين والأفارقة ضمن توجه حوثي لتعويض النقص الحاصل في جبهات الجماعة في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها خلال الفترة الأخيرة وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية مثل علي الدليمي وحميد المزاجي ناقشت خطة التجنيد والتي أسميت بخطة دمج أحفاد بلال تتابعون بعض الفاصل بعد تفاقم معاناتهم مواطنون في عدن يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه أيضا وعدم اكترات الحكومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد تعيش مدينة عدن أوضاعا انسانية صعبة بسبب تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء الذي وصل فيها عدد ساعات لفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام لتصل قرابة أربعين درجة مأوية الكهرباء عندنا نحن ما شاء الله دقيق سبع ساعات طافية يعني أقل أقل يوم أقل يوم خمس ساعات طافية يعني الوالدة حقي في بيت ضغب في بيت سكر في بيت أكتر الوقات اشوفوا ميانا في الشارع يا سيقن بالباب مالك يما أو سعبة مستشفى مالك يما أنا مقدرش يعني الكهرباء طافية داخت البيت الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي تصل في أغلب أوقاتها لأكثر من ست ساعات وتعود لساعتين فقط مما يؤثر بشكل كبير على المرضى وخصوصا المصابين بضيك التنفس وأمراض القلب وكبار السن وأولئك النزاخين في مخيمات الإيواء ممن يكابدون شتى صنوف المعاناة أم حميكة طلعنا والحر ونحن نبين ولا مراوح ولا مآنا أي حاجة ما أنه حال تحني حالي النوحيف عليهم بالكاراتين ناوي ها 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 هون يصدعقوا طول الليل والله مانا نرقد النوم لا معانا تلفازيون نغفلون ولا معانا أي شيء ناوي اللي حالياه نتحاول حين نخرج محوش حر علينا ندخل داخل كذلك والمثل الحماء يعني شديد هذه السنة شديد جدا والكهرباء ما ترحمش حتى الجهاز ما عدي تتحملش حتى عدي شغل ساعتين ولا ثلاث ساعة تمشي الكهرباء ساعة ساعة ونوص طفالة نحن نطالب الحكومة والشرعية والانتقال النظر للشعب هذا غياب الخدمات الحكومية في المدينة وعلى رأسها الكهرباء والمياه دفع الكثير من المواطنين في أحياء المدينة للخروج إلى الشارع وقطع الطرقات وإحراق إطارات السيارات احتجاجا على ما وصفوه باللا مبالاة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة التي يبدو أنها لا تزال غائبة دليل يوسف اليمن اليوم عدن هددت ميليشيات الحوثي بإيقاف خدمة الاتصالات وأيضا الانترنت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها بمزاعم أن المخزون في المؤسسة من الوقود على وشك النفاذ وما هي إلا خطوة جديدة تسعى من خلالها لتعطيل خدمات الاتصالات والانترنت للتضييق على المواطنين تواصلا لتضييقها على المواطنين تسعى الميليشيات الحوثية إلى تعضيل خدمات الاتصالات والانترنت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها حيث هددت مؤخرا بإيقاف خدمة الاتصالات والانترنت بذريعة أن المخزون الأساسي والاحتياضي لمؤسسة الاتصالات من النفط على وشك النفاذ وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات متخذة حجة منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وسيلة لذلك الخضوة الحوثية الأخيرة قد تتسبب في حرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والانترنت وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد عليها في تسيير أعمالها كما أن أنشطة القضاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل باتت مهددة بالتوقف وهو ما ينظر بكارثة حقيقية تضاف إلى الوضع المعيشي المتدهور في اليمن الحكومة في بيان لها اعتبرت التعصف الحوثي الجديد بحق الاتصالات والانترنت نوعا من أنواع المتاجرة بمعاناة اليمنيين ومحاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وقالت أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق صيدرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم خصوصا وأن كمية الوقود الواردة في اليمن خلال العام الجاري زادت بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي ومطلع أغسطس الماضي أعلن الحوثيون خروج 65% من السعات الدولية للانترنت بسبب قطع خارج اليمن أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهورية في الوقت الذي ما زالت خدمة الانترنت بضيئة وهي الأسوأ على مستوى العالم والأكثر تكلفة وفي ظل تواصل تحجج الميليشيات الحوثية بالعدام المشتقات النفطية تشهد معظم الشوارع والأحياء في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي تصيدر عليها الميليشيات انتعاشا للسوق السوداء للمشتقات النفطية والتي تباع بأسعار مضاعفة وتعود أرباحها لقيادات حوثية نافذة فيما المواطن يترك في الطوابير الطويلة أمام محطات النفط لأيام بغية الحصول على لثرات محدودة من البنزين يشهد الريال اليمني مزيدا من التدهوري بما ينعكسه بشكل سلبي للغاية على عوضاع المواطنين ومنهم موظفه الدولاء المنقطع مرتباتهم منذ أربع سنوات والذي زاد من معاناتهم جرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني تتواصل موجة الهبوض التنازل للريال اليمنية في ظل انحراف بوصلة الحكومة والبنك المركزي الذي تدير من عدن في الاتجاه غير الصحيح وفقدانها للزمام السيدرة بعد انكشاف غيطاء عزيها في إدارة المنظومة النقدية نظرا لغيابها عن أرض الواقع الريال يشهد انتكاسة كبيرة خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية ومع كل انهيار تتأكل أجزاء من جسد الشعب اليمني المنهكي بالجراح بل والإجهاز على ما تبقى من حياته بعد تجاوز سعر صرف الريال فوق سقفة 800 ريال أمام الدولار في عدن وعتبتة 600 ريال في صنعه استمرار طباعة النقود بدون غضاء يجد من التدهور وفق خبراء اقتصاديين والذين تحدثوا كذلك عن التدهور الذي يعود إلى شحة موارد البلاد من المنح والقلود الأجنبية وتوقف الكثير من المشاريع الممولة من الخارج وانخفاض تحويلات المغتربين للداخل بنسبة 70% نفاد الوديعة السعودية في البنك المركزي وعدم رفده بوديعة جديدة بهدف تحقيق توازن في السوق المالية والمصرفية زادت نسبة التدهور الذين عكس سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية والتي أحدثت فارقا في أسعار السرف بين المناطق المحررة والخاضعة لسيدرة ميليشيات الحوثية ما يعد مؤشرا ينذر بخطر مصرفي كارثي يتجاوز نهير سرف العملة ومحاولة الميليشيات سحب بصاد التحكم النقدي وإدارة القطاع المصرفية خصوصا مع منعها تدور الطبعة الجديدة من العملة والذي يؤدي بدوره إلى إبطال قيمة النقدية وتعزيز هوتي فارق سرفية وتدورية السوقية مقابل العملة القديمة بنحو 40% وارتفاع نسبة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية البنك المركزي اليمني بعدا ورغم تأكيد مصدر مسؤول في أنه سيتخذ خيارات عدة لوقف هذا التدور إلا أن مراقبين قللوا من تلك التصريحات كونها جاءت متأخرة بعض وصول الريال إلى مستويات قياسية تجاوزت سقفة 800 ريال أمام الدولار الواحد في مناطق سيدرة الحكومة وفي ظل هذا التدور غير مسبوق تساعدت التحذيرات من انزلاق اليمن إلى المجاعة في ظل فشل الحكومة لإيجاد حلول ومعالجات إنقاذية لوقف نهير العملة وفساد ميليشيات الحوثي التي تتعمد استنزاف العملة الأجنبية من السوق لضرب العملة الوطنية دون اقترات طرفي الصراع بالمخاضر المحدقة بالمواطن اليمني الذي بات على شفاجر في نهار قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تعتزم تقديم مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 192 ألف نازح في مختلف محافظة الجمهورية اليمنية وأفادت المنظمة أن اليمن يعاني من أخطر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج حوالي 80 في المئة من السكان أي حوالي 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية وأيضا للحماية ونوهت المنظمة إلى وجود 6.4 من 10 ملايين يمني بحاجة إلى المأوى و17 مليون و800 ألف بحاجة إلى مساعدات المياه والصرف الصحي فيما يحتاج 19 مليون و700 ألف شخص يمني إلى الحصول على الرعاية الصحية في ظل تعطل نصف مرافق الرعاية الصحية فيما العالم يحتفي باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لا يزال خطر خزان صافر يهدد البيئة البحرية والمنطقة برمتها جراء عدم السماح للفريق الأممي البصول إليها وصيانتها من قبل الحوثيين فيما استمرار الحرب في المنطقة يزيد من مخطرة ساعة ثقب الأوزون 33 عاماً مرت على توقيع أكثر من 190 دولة على بروتوكول يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص تدريجياً من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون وأعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 16 سبتمبر من كل عام يوم عالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ودعت إلى تكريس الشراكة للحفاظ عليها ووفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر أحدث تقييم علمي لاستنفاذ الأوزون تم الانتهاء منه عام 2018 أن أجزاء من طبقة الأوزون تعافت بمعدل 1 إلى 3% لكل عقد منذ عام 2000 وبموجب المعدلات المتوقعة ستتعافى طبقة الأوزون في نصف الكرة الشمالي وخط العرض الأوسط تعافياً كلياً بحلول 20-30 وسيتعافى نصف الكرة الجنوبية مع حلول 20-50 في حين تتعافى المناطق القطبية مع حلول 20-60 وتأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة صراعات وحروباً قد تزيد من مخاضر اتساع ثقب الأوزون وكذا الانفجارات البركانية من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى توسع وتآكل الطبقة كما أن العوامل الجيوفيزيائية كهبوب العواصف والأعاصير من مسببات توسع ثقب الأوزون وعلى الرغم من قلة ضررها مقارنة بالمركبات الكيميائية إلا أنه لا يمكن إغفال دورها وخاصة عند وقوعها في القطب الشمالي من كوكب الأرض ولعل أخطر كوارث الأرض الحقيقية التي قد تتسبب فعلياً في توسع ثقب طبقة الأوزون هي سفينة صافر العائمة في البحر الأحمر والتي تشكل أهم مسببات اتساع ثقب الأوزون نتيجة تسرب نحو مليون ومئتي برميل من النفط الخام ورغم التحذيرات الدولية لم يسمح الحوثيون للفريق الفني بالوصول إلى الناقلة وصيانتها لتبقى المخاوف من انفجار قد يكون أسوأ من الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وينعكس كلياً على طبقة الأوزون ناقش اجتماع بمديرية المخاة مستوى الاستعدادات للاحتفال بعيادة ثورة اليمنية المجيدة السادسة والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر برئاسة مدير مديرية المخاة عبد الرحيم الفتيح وحضور الأمين العام للمجلس المحلي في المديرية وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في المخاوحيس والخوخة وأوضح الفتيح أن الاحتفالات لهذا العام ستكون متميزة حيث ستشد مدينة المخاة استعدادات على كافة المستويات والتي تعكس الابتهاج الشعبي بهذه المناسبة الوطنية كما أن هناك عدة مشاريع خدمية وتنموية وشبابية بدعم من قيادة المقاومة الوطنية سيستفيد منها المواطنون وسيتم الإعلان عنها في سياق هذه الاحتفالات هذا وقد تم في الاجتماع توزيع المهام على اللجانة التي تمنى تشكيلها في هذا الجانب وبما يضمن نجاح الفعاليات الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية ترجمة نانسي قنقر أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها في محافظة حضر موت وأضافت في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالتين شفاء ثلاث منها في محافظة لحج وبذلك ارتفع الجمالية الحالات المؤكدة إلى 2019 حالة إصابة بفيروس كورونا منها خمس ومائة وثلاث وثمانون حالة وفاة وألف ومائتان وإحدى وعشرون حالة تعافية تعدت الإصابات بفيروس كورونا من حاجز الثلاثين مليون إصابة في وقت تشهد عدد من دول العالم تفشي موجة جديدة من هذا الوباء وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد ناينتين بلغ أكثر من ثلاثين مليون وثلاثة وسبعين ألفا فيما وصل إجمالي الوفاية إلى أكثر من تسعمائة وخمسة وأربعين ألف شخص وتجاوز من تم شفاءهم من المرض أكثر من واحد وعشرين مليون وثمانمائة وستة وعشرين ألف شخص أتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا تدخل مرحلة حاسمة في معركتها لمكافعة انتشار فيروس كورونا وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين إنه حان الوقت لوقف البحث عن حلول مستحيلة وفق ما أوردت وكالته فرانس بريس وأضاف أنه ينبغي اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا والحرص على مواصلة تعليم الفتيان ولكن مع توقع خسارة آخر من هذه المعركة وقال راين خلال مؤتمر صحفي ابتراضي أن أوروبا تقف على عتبة الدخول في فصل يبدأ فيه الناس العودة إلى داخل المنازل وحتما ستتزايد الضغوض إذا تسجيل إصابات جديدة وبلغ عدد إصابات أوروبا اليومية 53,873 إصابة أعلنت الحكومة الألمانية أنها تقدم ما يصل إلى 750 مليون يورو لدعم ثلاثة شركات أدوية محلية تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وأوضحت وزيرة التعليم والبحث العلمي أن الحكومة وافقت بالفعل على تزويد شركتين بيونتيك وكيروفال بمبلغ 375 مليون و230 مليون يورو على التوالي لتطوير لقاحات تعتمد على الحمضة النووية الريبوزية وتعمل الشركة على تطوير لقاح قائم على النواقل حيث ينقل بروتين فيروس كورونا إلى الخلايا لتحفز الاستجابة المناعية للجسم وسيضمن الاتفاق مع الشركة الثلاثة لألمانيا 40 مليون جرعة من اللقاح أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع وخلال مناسبة استضافتها محطة ABC News في فيلاديفيا دافع ترامب عن طريقة تعامله مع هذه الأزمة وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزا في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومة الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لكوفيد-19 وذلك على نطاق نواسع بحلول مطع نوفمبر بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية وعن وثائق رسمية تسبب تفشي فيروس كورونا في خسائر ضخمة لقطاع السياحة حول العالم خلال نصف الأول من العام بحسب منظمة السياحة العالمية حيث قدرت قيمة الخسائر بـ 460 مليار دولار وهي أكبر بخمسة أضعاف من تلك التي سجلت خلال الأزمة المالية في عام 2009 وتسبب إغلاق الحدود والحج الصحي في عدة دول متراجع عدد السياح في العالم بمعدل يصل إلى 65% من النصف الأول من العام الجاري وتعتقد المنظمة أن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة على صعيد وصول السياح ستستغرق ما بين عامين إلى أربعة أعوام تذكير بأبرز عنو من هذه النشرة هجوم للقوات الحكومية ورجال القبائل على ميليشيات تحوتي في جبهة الرحبة بمارك الميليشيات تستخدم كل الإمكانيات المتاحة أمامها خدمة لأجنداتها واستمرارا لحربها في اليمن والقوتي يواصل اقتياد المزيد من المهمشين ويعد خطة للزج بالآلاف منهم إلى جبهة القتال يقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى في النشرة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة